بس خليني بقى أقول لحضرتك أنه من ده أنا شايفة أنه دي من إيجابيات المباراة بتاع التلعب أن أنت تحطيت في ضغط أو اللعيبة دي تحطت في ضغط يعني ما فيش ضغط أعلى من كده لما محمد هاني يبقى بيعب عليه ألفونسو ديفيس وكومن مع بعض هو يعني هتحط في ضغط أي مين لعيبة أتقل من كده هتلعب عليه فأنا شايفة أنه في خبرات كبيرة أوي اللعيبة خدتها من مباراة المباراة وبقى إحنا هنتكلم عليها لما نقول الدروس المستفادة من المباراة وإيه الحاجات الإيجابية اللي خدناها من المباراة إنما أنا بتكلم ليه الأهلي ظهر بالقصة دي وسواء التشكيل ده أو التشكيل اللي كان بعض الناس لأن فيه ناس بتبتدي بعد النتيجة تتكلم طب ما كان لعب بتلاتة في نصف أنا ما كنتش موافع على الحتة دي لأنه برضو ما فيش بصي فيش فرقة في الدنيا بتلعب بره أرضها جوه أرضها مع فرقة قوية مع فرقة ضعيفة لازم بلاي ميكر لازم واحد الناس تسند عليه أنا كمدافع بتزنق لما يكون عندي ضغط شوية لازم أبص للرجل الصنعي لعب بتاعك لأنه هو الوحيد اللي قادر أن أنا أمتص الكرة ولف وأبص وأبص وأبني هجمة أنا مش نازل أدفع أدفع مية في المية فأنا عايز أقول الناس مش هتفهم أحسن من الراجل اللي مسك الفرقة